سلام عليكم طلابي الغاليين 2005 الرائعين حبيت اليوم اجي اسجلي لكو هيك دافع لكل واحد فيكو انه يكون باذن الله من المميزين بفضل الله التاني على المملكة راية طالبتي بنتي في مدرستي وفي نفس الوقت اخدت معاي على جو اكاديمي والانسة زينة الرائعة المميزة علما وخلقا حصلت الثالثة على المملكة قص الصورة وحط صورتك بلش هيك جد بالله عليكم تخيل حالك معاهم ومعاي اخوك وسامة العكور وانا وانت ماشين زي ما مشيت معاهم وحتسمع في مقابلاتهم وحتشوف على صفحتي لما ينزلوا نصائحهم كيف درسوا انه الموضوع مو صعب الموضوع تنظيم يومي لما بصحيكوا على الفجر بقولكوا خيطلع مشيلك شوي وبعدين بلش الدراسة بتكسبلك ساعة ونص من الطاقة والنشاط انك انت تكون سابق للناس الناس قاعدة بتروح بتدرس بعد الامتحان بعد الدراسة بعد التعب بعد المدرسة انت بدك تكون غير فمن هسه احسب حساب انه غير اوائل المملكة اللي بيفضل الله وتعبهم طبعا وتعب اهليهم هذا تعبكوا احنا موجيين مرشدين احنا بنقولك شو تعمل واللي بعمل بحصل علامات مميزة زي هالعلامات الكاملة الرائعة طلابي الرائعين اللي كانوا عندي في مراكزي وفي مدرستي الجزيرة وفي نفس الوقت منصة المليون طالب مميز لاختيارك جو اكاديمي خلينا نحط حالنا هون خلينا دايما نحكي انه انا وين موقعي بهدول وكل ما شفت حالك اتحسنت ارفع اسمك لفوق رد ارفع اسمك لفوق مش بس قائمة احنا ثلاث قوائم من العلامات العالية جدا اللي جايبين فوق الخمس وتسئين في الرياضيات هلا احنا بدنا نضيفكوا عليهم يا حلوين فبدنا شدت حيل لكم كيف درسوا هدول كانوا يمشوا معاي حصة بحصة هدول كانوا يحضروا معسكرات الفجر رح تبدأ بشهر تسعة كل يوم الصبح نصحيك نعطيك هيك نص ساعة ربع ساعة منها شرح لفكرة ربع ساعة حل هاي الفكرة اللي اصلا ما اخدينها منكون سواء في منصة جو اكاديمي او من خلال المراكز او من خلال المدارس اللي بدرس فيها شو الهدف من هذا المعسكر يعني احنا نصحى الرياضيات الصبح شو بدنا نستفيد من تشارحوا هذا وفاهمينه اولا تقطيع الافكار كثير رح يفيدك صحوة الفجر رح تغير حياتك ممكن تكسب فيها صلاة الفجر تكسب وقت زيادة انك تدرس مواد بتكون عاجز عن التركيز فيها في الفترة المسائية فبالله عليكم زي ما طلبت منكم باول الفصل اخوكم قبل استادكم سلمني حالك خليني اقدر ارتقي انا وانت مش بس بالرياضيات ايه بكل المواد كيف نوصل لعلامة مميزة وهذا الحكي مش بس جهدي انا هالجهد كامل معلمينهم بمدارسهم بمراكزهم بمنصاتهم خصوصي سهرهم سهر اهاليهم كل هاي الظروف هي اللي كانت سبب في تمييزهم بس اهم اشي انك انت ما تكون مشتت عن هدفك مشان ايه قلتلكو امسك دفتر سميه دفتر الدكتور دفتر المهندس دفتر الصيدلاني دفتر المحامي وين ما كنت رايح المحاسب حق هدفك قدامك مشان كل ما تيجي تشت عن الطريق هيك تبعد عنه تقول لا 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 انا بدوصل للي بدي اياه هي افضل نصيحة بنقدر لنصحكوا اياها يا الفين وخمسة وبنصح افتح على الصفحة شوف الطلاب اسمع شو حكو شوف حفلاتهم اللي روحنا عليها نباركلهم انتوا قطعة من القلب انتوا جزء من العيلة مش بس والله طالب ويلا سجلوا راح ونتيجته بحطها وبس انا نتيجته بحطها وبفتخر فيها وبروح بباركله كمان لانه انتوا كنتوا السبب الرئيسي في حبي لا اعطاء مزيد من العطاء في هاي المادة لانه انتوا تستحقوا دائما الافخم خلينا نكون واضحين بداية خير لالكم راح تكون خلي عندك دافع مشان توصل لزيهم وان شاء الله احسن وهيك احنا منقدر نوصل لوعدنا لالكم افخم سنة حياتك في الرياضية نراكم انجح الناس اشتركوا في القناة